نازك الملائكة وبقيت ساهمة هنا أرنوا وتسألني القرون أنا من أكون والريح تسأل من أنا أنا روحها الحيران أنكرني الزمان أنا مثلها في لا مكان نبقى نسير ولا انتهاء نبقى نمر ولا بقاء فإذا بلغنا المنحنى خلناه خاتمة الشقاء فإذا فضاء عجبا ما أجمل هذه الأبيات سوف أذهب إليه ليخبرني عن قائلها فكرة جيدة لنذهب صباح الخير يا أبا الحلول هل لك أن تخبرنا من قائل هذه الأبيات الشعرية صباح الخير بالتأكيد اجلسوا هنا سوف أكمل باقي القصيدة ثم أجيب عن أسئلتكم والدهر يسأل من أنا أنا مثله جبارة أطوي عصور وأعود أمنحها النشور أنا أخلق الماضي البعيد من فتنة الأمل الرغيد حسناً إن هذه الأبيات تنسب للشاعرة نازك صادق الملائكة وهي شاعرة عراقية من رواد الشعر الحر وهي التي كتبت أول قصيدة منشورة من الشعر الحر بعنوان الكوليرا سوف أسمعكم قليلاً منها طلع الفجر أصلي إلى وقع خطى الماشين في صمت الفجر أصخ انظر ركب الباكين عشرة أموات عشرون لا تحصي أصخ للباكين اسمع صوت الطفل المسكين موت موت ضاع العدد موت موت لم يبق غد في كل مكان جسد يندبه محزون لا لحظة إخلاد ولا صمت هذا ما فعلت كف الموت 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 تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت ما أجملها من أبيات شعرية هل لك أن تحدثنا مزيداً عن الشاعرة نازك الملائكة يا أبا الحلول ولدت نازك الملائكة في بغداد عام 1923 في اليوم الثالث والعشرين من أغسطس في بيئة ثقافية فاضلة تلقت الشاعرة نازك الملائكة تعليمها في المرحلة الابتدائية والثانوية في مدارس بغداد وتخرجت عام 1944 في دار المعلمين العالية في بغداد فرع اللغة العربية أكملت بعد ذلك دراسة الموسيقى في محهد الفنون الجميلة ثم درست اللغة اللاتينية والفرنسية والإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على شهادة الماجستير من جامعة ويسكونس ماديسون في أمريكا في الأدب المقارن عام 1959 تم تعيينها كأستاذة في جامعات عدة كبغداد والبصرة استمرت نازك الملائكة بعطاء دائم للأدب العربي ولاقت في بدايتها صعوبة في محاولة زيادة الإقبال للنوع الشعري الذي تخوضه وهو الشعر الحر وذلك نظرا للجو الأدبي السائد المرتبط بالطلق القديمة كانت أعظم ملهمة للمرأة فقد ظهرت كمفكرة مستقلة وباحثة وكاتبة تبحث في إظهار دور المرأة في المجتمعات العربية انتهت حياتها عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين وذلك في عشرين ستة ألفين وسبعة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وما هي أشهر أعمالها يا أبا الحلول؟ لها العديد من القصائد المختلفة ولكن أهمها عاشقة الليل خمس أغان للألم إلى العام الجديد صلاة الأشباح مرثية امرأة أنشودة السلام والقصيدة التي سمعتموها للتو بعنوان قصيدة أنا رائع هل من الممكن أن تقرأ علينا بعض الأبيات الأخرى من شعرها؟ في عام الف وتسعمائة وأربعة وخمسين حدث فيضان في مدينة بغداد فكتبت نازك قصيدة بعنوان المدينة التي غريقت ومنها هذه الأبيات بضحك نوافدها فاستكانت وصاح القدر وجاء الخراب ومدد رجليه في أرضها وأبصر كيف تنوح البيوت على بعضها لسقف هوى وتداعى وشرفة حب صغيرة وأرسل عينيه في نشوة يرمق الأبنية كانت نازك الملائكة تكتب القصائد الاجتماعية فكتبت قصيدة عن الفرق بين حياة الفقر والغنى بعنوان القصر والكوخ ومنها هذه الأبيات يا ليالي الحصاد ماذا وراء الحقل والحاصدين من مأساة شهد الكوخ أنه يحمل الحزن لتحظى القصور بالخيرات كيف يجني الأزهار والقمحة والأثمار من لم يجرح يديه القدوم ويموت الفلاح جوعا ليفتر لعيني رب القصور النعيم وما زال الشعر الحر الذي أطلقته نازك الملائكة يتردد على مسامعنا دائما فهل استمتعتم بقصة الشعرة نازك الملائكة؟ نعم لقد استمتعنا حقا من فضلك يا أبا الحلول أريد أن أقرأ لها شيئا من خلال هذا الكتاب بالطبع خذ اقرأ ما شئت وأسمعنا في ضباب الحلم طوفت مع السارين في سوق عتيقي غارق في عطر ماء الورد وامتد طريقي وسع الحلم عيوني رش سكرا في عروقي ثملت روحي بأشذاء التوابل وصناديق العقيقي وبألوان السجاجين